كانوا قاعدوا فترة كده منعوا الشيشة انتعارفون المصرين اصلا من اكتر دول العالم اللي بتشايش فقالك يا راجل الشيشة برضو حاجة تجيب فلوس حاجة تجيب فلوس ماشي واحنا هنبطل نشتغل فيها ده الكلام برضو يا راجل استنى بقى عشان هدحكك دي الدوابط طبعا للدوابط دي ليه ايه معالي الوزير حطها انا طبعا هقولك الضوابط ايه ثانية واحدة يا باشا ان يقول لديه تقديم الشيشة لما انتقل عمرهم عن 18 والكلام ده كله المدخنين غير المدخنين بص يعني الكلام العظيم جدا وطبعا الكلام ده بيحصل هنا لان مساحة المحلات في تركيا القفيهات قد كده فانت تلاقي المساحة المفتوحة للمدخنين والمغلقة لغير المدخنين بقى واحد عنده قهوة هي اصلا 15 متر وفرش الكراسي برا هقولك دي المدخنين دي غير المدخنين يعني اعمل نفسك ايه ليه بقى بيحط الحاجات دي ليه بيحط الحاجات دي دي السبوبة دي السبوبة لا جيب لها فلوس كل موظف الحي يتزدق في قرشين المادام تقول له عايزين جبنا رومي النهاردة عايزين مش عارف ايه وهو موظف في الاول في الاخر ينزل يعمل ايه يخد له لفه على الهاوي يقول له لا بص انت ملتزمتش بالشروط انت انت حطت المدخنين مع غير المدخنين او منع تخزين المواد الغذائية حطت المعسل مع المش عارف ايه ولا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة باعداد المش عارف ايه ده وتنظيف وتطهير الشيشة قبل وبعد كل مستخدم هيقول له لا لا انت مش غسل الشيش انت مردف طهاش وضع التبغي في اواني محكمة الاغلاق وتخزين التبغي على رفوف الالموم هيجي يقول له الكلام ده تعرفينه طبعا الشاشة الاهوي اللي عندنا في الاحياء الشعبية احنا يعني كلنا عارفين وانا كنتم اروح اقعد في مجاهل مجاهل المجاهل في الاهوي اللي كنتم اقعد عليه وقعد شبشيش هتحس انها يعني عايزة 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 تتفجر من اول جديد النهاردة قالك بس خلاص اللي عايز يشيش يدفع كام يا باشا عشر تلاف جنيه فين يا جناعة الخبر بتاع الشيشة اصلا رسوم تنخيص الشيشة بعشر تلاف جنيه قالك تبدأ من سبتمية لتمنمية في القرى وتبدأ من الفين لتمانية في المودل وتبدأ من سبعة لعشر تلاف في المحافظات وتصل في بعض المناطق زي مش عارف ايه المهندسين لعشر تلاف جنيه طبعا الكلام ده كله اللي هو ايه في الآخر تبقى الزيتون عشر تلاف جنيه حضرتك عايز تنزل الشيشة في المحل عشر تلاف جنيه هي يا جماعة الان تحولت مصر الى الفكرة دي فكرة ادفع فلوس واعمل اللي انت عايزه مصر تحولت القصة دي ادفع فلوس طبعا مش ضد يعني مش بقولك انه مثلا الشيشة بس مفيش حاجة اسمها ادفع فلوس مقابل الشيشة وتلخص الشيشة بفلوس مش معنى يعني ما هي لو حاجة مضرة هتمنحها عن صحة الناس ولو حاجة مسموح بيها تسمح بيها من غير فلوس لكن ها الان هو اوان الجباية قلب النهاردة بقولكو حاجة لطيفة جدا انا جيبالكو دوقتي قبل ما اطلع الهوى بشوية بعتل الزمله على خبر عن واحد فوق واحد واصل احنا مبارح تكلمنا في حلقة مبارح في ملفات المخدرات اللي هي بتتباع في الشوارع كان معانا الناس اللي اللي يعني ضحت بالشوت الاول من ماتش انجلترا وفرنسا وكانت تفرج علينا جبنا الفيديو بتاع الراجل اللي ماشي وبالناس بتاخد بتاخد مخدرات في الشارع عادي النهاردة كان في واحد عامل اعلان اهو المعلم ابو كيان اهو الله ده على فكرة ده ده لسه القبض عليه لا انا عايز الخبر اللي قبله ده الخبر القبض انا بعدت للزمله الراجل كان عامل الاعلان هم راحوا قبضوا عليه بعد ما احنا يعني كنا نوين ننشر الابعاية بتاعته المعلم ابو كيان راحوا قبضوا عليه هات بس الخبر زي بعض مش اجرى حاجة هات قبض على المعلم ابو كيان المعلم ابو كيان ده بصوا ده دعايه في الشارع هوا المعلم ابو كيان لجميع انواع المكيفات ايس اه ده 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 زي جروب الفلوس بزورة كده اللي احنا وديناهم في ده انا كنت عايز اعمل له دعاية والله الراجل في حلقة النهاردة مالحقتش اتقبض عليه والله الواحد نيته حلوة ايس حشيش مش عارف يعني ايه مادة دي انا اعرف الحشيش والله ما عافش الايس اعرف الحشيش والبانجو دول اللي مشهورين لكن البقين دول ما عرفش بس بص بقى ايس حشيش مادة بانجو تامول جملة وقطاعي العنوان العنوان لا انا عايز المنشور بقى عشان فيه العنوان وفيه التليفون هم هنا انا عايز اعمل للراجل دعاية المنشور نفسه اللي انا كنت جايبه للشباب كان فيه العنوان وفيه التليفون الراجل يعني ايوم انا عايز انا فاكر انا عايزك تجيبلي اللي بتاعي يا محمد اللي هو ال الراجل كان عامل المنشور نفسه حطت فيها العنوان وحطت التليفونات وجملة وقطاعي حضرتك مفيش مشكلة بس هو ابو كيان فعلتت منه شوية يعني يعني ايجبوه طبعا يبوضع ليه ياضي ابو كيان عايزك يقول لك تاجر اكيد الباشا طبعا هو معملش حاجة زي كده لما يقول له الباشا الباشا قال له اشتغل ما تقلقش بس هو فعلت اتنين شوي يالا قلت لك اشتغل مش تفضحنا تنزل اعلانات جملة وقطاعي هي البلد فكة كده دلوقتي زي قلت لكم زي ما كان بيقول لده دلوقتي الجروب بتاع الفلوس المزورة هي البلد فكة اعمل اللي انت عايزه المهمة تدينا فلوس تاجر في المخدرات ادينا فلوس اشتغلوا في الضعارة بس تدينا فلوس اشتغلوا في غزينة الاموال بس تدينا فلوس نزل الشيشة و ادينا فلوس الناس هتجيب من ايه غير اللي هيسلك المسلك بتاع الايه الطريق الحرام ده الحقيقة مشاهد الحقيقة يعني يعني يتوقف عقل المرء عن استيعاب ما يجري في هذا البلد دي بلد داخل على كارسة الدولار امو خمسين دي بلد اهود انتوا يا جميع انتوا اللي بتشطابوا عليه يا جماعة لا انا كنت باعته لهم في باعته لهم في الخبر كان محطوط عليه بس يلا كان محطوط عليه بص تليفون كذا والشكاوى كذا لو خدت بانجو مطلعش كويس اشتكي يا معهل اه طلع البانجو مش مش كويس ما ما كيفكش تتصل تليفون عندنا خدمة الشكاوى والله عظيم دي بلد بلد راحت في داهية جميعا والله العظيم بلد راحت في داهية والله بلد راحت في داهية قالك بسرعة بقى عشان الوقت تجيري مننا بس هعمل ايه طيب موضوع انا كنت عايز اتكلم في موضوع المحلات ده بس اللي هو فكرة الجباية الجباية الغير طبعية الجباية الغير طبعية انصبر بقى شوف المحلات النهاردة اصحاب المحلات اللي هو بيكفي وعايز يبيع وعايز يعيش وعايز يخفف على المؤذبون يا جماعة انت كل ما بترفع الاسعار دي قاعدة معروفة جدا كل ما الاسعار بترتفع كل ما الاقبال على الشراب يقل